هو استمرار سيد المندلاوي يعني يعتبر خرق للدستور لأنه المفروض بالجلسة الأخيرة أنه ما يخرجون بحجة لو صارت مشاكل أنه يتخذون إلى قرار ومثل ما صارت المشكلة ليش ما رفعوا الجلسة من صارت المشكلة على الدكتور محمود المشهداني من الواحد وعشرين وودوا للمستشفى وهو بالمستشفى فتحوا باب الاختراع ليش هديك من رادوي يفتحونها فتحوها وهذه نفس الحالة صارت مشكلة وصار عدد والنصاب كان متواجد فكان على سيد محسن مندلاوي هو شخصية محترمة أنه يستمر بالجلسة والذي يزعل الاحتكام إلى الأصوات فهي الخرق يعني يحسب على رئيس المجلس المفروض بالإنابة حتى لو أنه كان يريد ما يسوي مشاكل أو أنه يريد مثلا ما يزيد الفجوة ولكن بتصرف هذا يعني أن حسب عليه من مصرحة من أني يستمر المندلاوي مصرحة المندلاوي مصرحة الإطار ومصرحة الحلبوسي هذه العناصر الثلاثة فقط الخاسر من؟ الخاسر أمي كون السنة كل الحالات أمي كون السنة خسر ما هي في كل الحالات؟ ما عنده تمثيل حتى لو يجي لأخ سالم سالم شخصية محترمة حتى لو يجي لأخ محمود من شداني هنا تم شخصية محترمة وثالثة لو يجي طلال الزوباية دلاتهم الشخصيات محترمة ولكن لا يمتلكون باتخاذ أي قرار العدد مو عندهم